نبي الله نوح والطوفان الذي حل بقومه الحمد لله رب العالمين أحمده جل في علاه سبقت رحمته غضبه له الحمد كله أوله وآخره ظاهره و باطنه لا أحسي ثناء عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فخبر أولئك القوم وما قص الله تعالى في محكم كتابه من أخبار سادات الرسل مع أقوامهم وأئمة الخلق مع من بعثوا إليهم فيه من العبرة والعظة والتذكرة ما ينبغي للمؤمن بل لكل قارئ أن يعتبر وأن يتعف لا سيما أهل الإيمان الذين يؤثر عليهم القرآن هداية وزكاء ويصدقون أخباره ويقفون عنده عجائبه ويحركون به القلوب مثل هذه الأخبار التي قصها الله تعالى توجب العبرة والعظة و لهذا كرر الله جل وعلا ذكر أخبار الأقوام الذين بعثت فيهم الرسل وما كان منهم وكيف كانت مصائرهم وانتهت مآلاتهم عبرة وعظة لكل من يتعظ ويعتبر فيقف مع نفسه لألا يكرر ما وقع فيه غيره من أنواع الردى والشر وقد قيل أستعيد من وعظة بغيره فلذلك من المهم ومن الضروري أن ننظر إلى هذا القصص وما ذكره الله تعالى من هذه الناحية الله تعالى ذكر في كتابه الحكيم مهلكات وقعت للأقوام السابقة ونوازل ومثولات حلت بأقوام مضوا هذه المثولات و تلك الأخبار ليست قصصا و أساطير لا حقيقة لا بل هي وقائع حصلت ووقعت وقد أقام الله جل وعلى شواهد ذلك فيما يراه الناس فقضية الطفان على سبيل المثال أجمعت الأمم على اختلاف أديانها وعلى اختلاف أفكارها على أن الماء قد غمر الأرض كلها يوما من الدهر و هذا هو طفان نوح عليه السلام فلا خلاف حتى على مستوى اللادينيين الذين لا يؤمنون بالرسالات لا خلاف في أن الأرض مر عليها مرحلة و فترة طمل ماء على الأرض كلها فغطاها فلم يبقى شيء فيها من اليابسة إنه الحدث الكبير الذي حصل لأب البشرية الثاني نوح عليه السلام فهو أبو البشر فنحن جميعا ذرية نوح عليه السلام فنوح لما جاء إلى قومه دعاهم إلى الحق و الهدى و ذكر من أسباب القبول و الهداية ما تلين له القلوب و تستجيب له الأفئدة لكنه جاء إلى قوم غلفت قلوبهم بالعناد و طمست بصائرهم فكانوا في غاية السوء معنوح عليه السلام رغم أنه سلك في دعوتهم كل سبيل و طرق كل طريق على مدى عمر ممتد فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما طالبوا منه أن ينزل بهم العقوبات و كان يستاني بهم و يصبر عليهم و يقول لهم لا أسألكم عليه مالا إن أجريا إلا على الله كانوا يستهزون بمن يتبع و يقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادر يقول اطردهم و نحن نتبع فكان يقول لهم ما أنا و ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم و لكني أراكم قوما تجهلون و هذا دكتور خارد الملاحظ من جميع الأقوام الذين يبعث إليهم الأنبياء تجد أن النبي يأتيهم بالتودد باللين بالرحمة بدءا و تجد العناد و الاستكبار و عدم الاستجابة لكلام النبي فسبحان الله تكون قد قامت الحجة و أقامها ذلك من نبي على ذلك بالقوم بالتأكيد و محاجة الأنبياء تلمس فيها نفس العبودية العبودية لله عز وجل و الرحمة بالخلق شوف لما قالوا له في سياق مناقشتهم أطرد هؤلاء قال و معنا بطرد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكن ياراكم قوما تجهلون ثم يقول لهم في غاية التذل يعني لو كان الأمر إلي لنظرت لكن الأمر ليس إلي فيقول لهم و يقوم من ينصرني من الله إن طرتهم من ينجيني من عذاب الله أنا لست داعية و منجيا لفئة دون فئة رسول للجميع فالجميع ينبغى أن يقبل ما جئت به ولن أطرد من ترونه ضعيفا لأجل أن يقبل ذلك الكبير و الشريف فهذا دين رب العالمين يستوي فيه الصغير و الكبير و الشريف و الوضيع لا فرق بين الناس في ذلك و قد طلبوا منه معجزات و طلبوا منه و طلبوا منه أشياء لا لأجل أن يصدقوه بل لأجل أن يعجزوه فكان يقول لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله و لا أعلم الغيب يعني أنا لا أقول أني جئت بشيء خارق لعوائد الناس و أحوالهم من كل وجه أنا عبد مرسل أدعوكم إلى عبادة الله وحده و لذلك يقول لهم و لا أقول لكم عندي خزائن الله و لا أعلم الغيب و لا أقول إني ملك و لا أقول الذين تزدري عيونكم لن يتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين لما وصلوا إلى مرحلة وحد أغلق عليهم وأقيمت عليهم الحجة من كل وجه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا يعني نحن نتعب معك من كثر هذه المحاورة والآقذ والعطى والمناقشات يعني إلى متى سنستمر كانهم يقولون إلى متى أن تهددنا ولم تنزل بنا العقوبة قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وهذا في غاية الاستكبار الرسول لا يملك مفاتيح وخزائن السماوات والأرض هو عبد مرسل يمتثل أمر الله تعالى فيصبر ويكابد ولذلك لما قالوا له هذه المحاجة التي في ظاهرها أنهم يعني غلبوا وانتصروا عليه وأفحموا قال إنما يأتيكم به الله لست أنا الذي أأتيكم بالعقوبات ولا أنا الذي أنزل بكم المثولات إنما يأتيكم به الله هو الذي يأتي به وهذا فيه الخروج عن كل نوع من الارتفاع والعلو على الخلق وهو عبد الرسول إنما يأتيكم به الله ابتداءا وتحديدا للتوقيت يأتي به الله متى شاء فلذلك قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين وَلَا أَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هو ربُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بعد كل هذا الاستكبار والإباء وطول الرسالة أوحى الله إلى نوعه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قدامك طبعا هذا شاق على الرسول الذي أنظى هذه المدة الكبيرة الطويلة في دعوة الخلق وهدايتهم ثم يؤمن به نفر قليل نفر تحملهم سفينة تصور كم عددهم كم يكونون في ذلك الوقت الذي ليس فيه ما نحن فيه من ثورة صناعية سفن كأنها مدن لا سفن يعني ذات ألواح ودسر مسامير وألواح بسيطة كم سيكون في هذه السفينة لأنهم ليسوا شيئا كثيرا لن يكونوا كثيرا سيما وأنه حمل مع هذه السفينة طائفة من الحيوان كما جاء في جملة من الأخبار إذن هناك قلة قليلة آمنت بنوح عليه السلام رغم طول المدة التي بذلها في دعوته و أمضى فيها رسالته لذلك من لطف الله بعبده و رسوله نوح عليه السلام عزاه و سله قال له فلا تبتأس بما كانوا يفعلون أي لا لا يصبك البأس و الحزن و الضيق لأجل عدم امتثاله و عدم قبوله فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ظل فإنما يظل عليها طيب ما المرحلة القادمة بعد هذا الإخبار الإلهي إنه لن يؤمن من قومك إلا من قداما أصنع الفلك أصنع الفلك جاءت بشائر و أوائل النذر و العقوبات استعجلوا العقوبة فجاءت بشائرها أصنع الفلك و لقد كان في صنع الفلك من الابتلاء لإبراهيم و قومه ما أخبر به جل في علاه و يصنع الفلك و كلما مر عليه ملأ من قومه سخر منه يضحكون عليه لم يكونوا يعرفون السفن كما قال بعض الأهل التفسير ما كانت صناعة السفن معروفة ثم إنه كان في منطقة ليس حوله بحر فكانت صناعة السفينة يعني أمر خارق للعدو لذلك وصفوه بأنه مجنون و أنه لا عقل له أصنع الفلك بأعيننا و وحينا إذن هو صناعة برعاية رب العالمين و أمر الله جل وعلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لا تخاطبني يبين أن نوح عليه السلام كان يستأني بقومه و يطلب من الله تعالى أن يمهلهم و أن يهديهم و لذلك قال لا تخاطبني فهذا نهي من الله جل وعلا لهذا النبي الكريم أن يشفع فيهم و قد استوجبوا نزول العقوبات يعني بعد هذه السنوات الطويلة يقول الله و لا تخاطبني في الذين ظلموا و هذا يبين أن الرسل ملئت قلوبهم شفق على أقوامهم و رحم بهم رغم أن نوح دعا على قومه لكنه كان يخاطب ربه جل وعلا فيهم و يستأني بهم و يصنع الفلك كما ذكر جل الله في علاه و كلما مر عليه ملأ من قومه يسخر منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون لكن شتان بين الوقتين طبعا متى كان يسخر منهم؟ يسخر منهم الآن وقت الصناعة و هذا لشدة تصديقه و عظيم إيمانه بخبر ربه إنه يرى الذي يضحك عليه و يستهزئ به في صنع السفنة هو المستحق ليش؟ مستحق للسخرية لماذا؟ لأنه لم يحقق امتثال ما أمر الله تعالى فالله تعالى قال و اصنع الفلك بأعيننا و وحينا فهو وحي برعاية الله تعالى و اطلعها جل وعلا لكن المقصود بالسخرية شيخ خالق السخرية الاستهزاء و الاستخفاف و وصفه بالجنون و ما أشبه ذلك كان يقول إن تسخروا منا فإننا نسخر منه في وضع السفينة في الضرق لكن فرق بين السخريتين سخريت قوم نوح به آنية في لحظة لكن سخريت قوم نوح سخريت نوح و من آمن به في الحال و في المعال و هذا شتان بين الحالين كما قالت عن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون و إذا مروا بهم يتغامزون لكن من يضحك أخيرا هو الفائز و لذلك فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون في الخواتيم و لهذا قال لهم نوح فسوف تعلمون من يأتيه عذاب و يخزيه و يحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا و فارت النور انتهى الأمر و حل ما وعد الله تعالى به من العقوبات فارت النور أي فارت الأرض كما قال الله جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر و فجرنا الأرض عيونا تصور ما نازل غزير من السماء و الأرض تنبع بمياه تفيض كثيرة فالتقى الماء على أمر قد قدر هكذا قدره رب العالمين يقول جل وعلا حتى إذا جاء أمرنا و فارتن فاحمل فيها من كل زوجين أي من الخلق سائر الخلق اثنين و أهلك إلا من سبق عليه القول منهم و لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون هذا في الآية الأخرى و في الآية الأخرى قال حتى إذا جاء أمرنا قل نحمل فيها من كل زوجين و اثنين و أهلك إلا من سبق عليه القول و من آمن و ما آمن معه إلا قليل و قال أركبوا فيها بسم الله مجريها و مرساة بسم الله نبتدئ سير هذه السفينة باسمه تبركا و باسمه استصحابا و باسمه سيرا فلا نجات لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم من القاء الشيخ قال اركبوا فيها بسم الله الله سبحانه قيل أنه الله جل وعلا و قيل أنه نوح لما قال لقومه اركبوا قال اركبوا فيها باسم الله مجريها أي باسمه جل وعلا تجري وباسمه ترسو وهذا فيه الإشارة إلى أن اسم الله تعالى عندما يقال في بداية الأعمال لا يقال فقط كعادة ينبغى أن يستحضر أنه استعانة وأنه طلب توفيق وتسديد وأنه طلب بركة هذه الأسماء المباركة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وبحمده فهذه الأسماء لها بركة تؤثر على الإنسان في سيره وفي كل عمله نوح عليه السلام قال لقومي اركبوا فيها باسم الله مجريها نوح عليه السلام لما ركب ورأى هذه الأمواج تتلاطم جاءت قصة ابنه جاءت قصة ابنه وموقفه مع ابنه وعتاب الله تعالى له لكن سارت السفينة حتى انتهى المسير وهلك من في الأرض من الكفار ربي لا تذر على الكافرين على الأرض من الكافرين ديارة فهلك كل من كفر ولم يبق إلا نوح والفئة القليلة المؤمنة معه ومن آمن من أهله ثم بعد ذلك قال اهبتوا فيها الله عز وجل أمر نوحا عليه السلام أن ينزل ومن معه قيل يا نوح اهبت بسلام مننا وبركات عليك وعلى أمم من معك وعلى أمم من معك سنمتعهم قليلا ثم يمسهم مننا عذاب مؤليم ولي وقفات دكتور خالد مع هذه الآية تحديدا لكن بعد مداخلة من الأخ مسلم سحيمي تفضل شكرا الوقفة ستكون مع قول الله عز وجل بعد أن أهلك قوم نوح وقيل بعدا للقوم الظالمين أي خسارا وهلاكا لهم وفي هذه الآية أن الظلم موجب للهلاك وأعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله عز وجل لا ترى لقول الرجل الصالح لقمان وهو يوصي ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والظلم أنواع ودرجات وصوره متعددة في هذه الحياة وفي وقتنا المعاصر ظلم الإنسان لنفسه أن يحملها ما لا تطيق ظلم الإنسان بتعديه على أموال الآخرين أو أعراضهم أو حقوقهم والصور غير متناهية في الظلم ولعل من الظلم الصحي الظلم الاجتماعي صور غير متناهية ولعل الشيخ خالد يعطينا بعض الصور من الظلم المعاصر التي يمرس الإنسان على نفسه تفضل الشيخ لما سلت ما ذكر الأخم سلم فيما يتعلق بالظلم الظلم يعني في الجملة هو ينقسم إلى ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره ومن ظلمه لنفسه ما يتعلق ببخصه حق الله جل وعلا في التوحيد وهذا لا شك أنه أصل الظلم ومبدأه وهو الذي أشار إليه قوله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم وقوله تعالى الكافرون هم الظالمون فكل من كفر وكل من أشرك فقد ظلم وإن كان يعدل في مسائل المعاش وحقوق الناس لكن هو ظلم ظلما لا ينجبر معه حال ولا يصلح معه مآل وهو أنه ظلم في حق الضب الذي يجب أن يكون العدل في معاملته بأن يعطى حقه سبحانه الذي به نسعد ونستقر هو ليس محتاجا إلينا بل هو الغني عننا وعن عباداتنا سبحانه وبحمده أما الصور الظلم الأخرى فكلها تندرج تحت هذا لكن أخطر الظلم هو هذا النوع من الظلم الذي يفقد الأمن والاهتداء كما قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فمناط الهداية والأمن في الدنيا وفي الآخرة أن يحقق الإنسان العدل في صلته بربه والعدل في صلته بالخلق لكن لو حقق الصلة في صلته بالناس فإنه هذا يضمن له نوع من الاستقرار في حياته ولذلك قال الشيخ الإسلام إن الله لا يقيم الدولة العادلة الكافرة وهي عادلة ويهلك الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة فالعدل قامت به السماوات والأرض لكن عدل تصلح به الدنيا وعدل تصلح به الدنيا والآخرة وهذا ما ننشده وهذا ما دعت إليه الرسل وهو العدل الذي تصلح به الداري الله تعالى لما قال لنوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا سلام ما هو السلام؟ السلام هو النجاة من كل آفة فبشره الله تعالى بأن هبوطه على الأرض ملازم لكل سلام من كل آفة يخشاها سلامته من خصومه وأعدائه الذين طالما استهزأوا به وأذوه صلاة الله وسلامه عليه سلامته من أهل بيته الذين كانوا يضارونه ويدخلون عليه الضيق من زوجة وابن سلامته من آفات الأرض ومهركاتها فقد سلمها الله تعالى من كل سبب لم يبق إلا أهل إيمان وتقوى هم الذين يفتحوا الله تعالى لهم من أبواب السماوات وبركات الأرض ما جعله الله تعالى نصيبا للمتقين ولو أن أهل القرى آمن واتقوا لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا هو السلام الذي وعد الله تعالى به نوحا عليه السلام في قوله وقيل يا نوح بث بسلام منا وبركات بركات سببها ماذا سببها الطاعة والإحسان والإيمان والاستقامة والعدل وتحقيق العبودية لله جل وعلا عليك وعلى أمم من من معك ثم أخبر الله تعالى الأمم من آمن معه ومن ركب في السفينة حتى من الأزواج التي أركبها أمر بإركابها في السفينة كانوا بسلام لم يصبهم ضرر لكن هذا السلام هل هو ممتد أخبرت الآية الحكيمة أن هذا ليس ممتدا سنمتعهم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب أليم بسبب المخالفة والوقوع في الشرك والخروج عن حدي الرسالات ولذلك تتابع الرسل المقصود أن كل هذا السلام الذي وعده الله تعالى أن ينوح هو ليس للأشخاص إنما هو لمن حقق ما من أجله سلم الله نوحا عليه السلام السفينة أين هي؟ الله أعلم بها هل هي موجودة؟ لأن بعض الناس يقول أن السفينة موجودة في المكان الفلاني وأن الجود هو الجبل الفلاني ويحدد أماكن كل هذه الأمور أولاً أشياء القرآن لم يحتفي بها ولا السنة اعتنت بها لأنه ليس العبرة بالأماكن ولا بالتحديدات الزمانية الدقيقة والمكانية الدقيقة إنما العبرة بمجمل ما ذكره الله تعالى من خبر وقصة فهذا هو موضوع العبرة وأما لو وجدنا سفينة نوح ماذا كان ماذا يعني ما الذي سيكون فيما يتعلق بصلتنا بالله تعالى لا شك أنه مثل هذه الأشياء إذا رأى الإنسان قد يعتبر ويتعب لكن ليس هناك دلائل ولا براهين على أن هذه سفينة نوح أو أن هذا الجبل هو الذي رسى عليه نوح نحن نحتاج إلى أن نرتسم منهج نوح عليه السلام لننجو لا أن نعرف أين نزل وأين رسى السفينة فنحن نرسو على سفينة النجاة أو على مواقع النجاة إذا سلكنا مسالك الرسل والنبيين في تحقيق العبودية لله والعدل في صلتنا به وفي صلتنا بالخلق